يلا بنا نحضر بقلاوة العشر دقايق هتعملها في اقل كمان من عشر دقايق وهتطلع معيك بالجمال ده كله واخدى اللون الدهبي من فوق ومن تحت طعمها حلو وسكرها مزبوط سريعة جدا جدا هنحضر اول حاجة الاشتاب طاعتنا هستخدم لها معلقتين كبار من النشا عليهم معلقتين كبار من الدقيق وانتي بتغذي هاتي معلقة كده تكون هرمية ومليانة هنزر عليهم بكوبايتين كبار من الحليب والحليب هنا لازم يكون بارد جدا هتاخد كده القوام الكريمي التحفة ده علشان نضبط طعمها وتديني نفس ناكية الاشتا الطبعية هاضف لها رشة بانيليا صغيرة وكان عندي معلقتين كبار من الاشتا توش اللبن هحطهم بس مش عرفاها على نار تاني علشان لو رفعتها على نار الاشتا هتسيح وانا عايزة الاشتا هنا تكون مخرزة كده علشان تديني قوام الاشتا الطبعية هاسبها بقى لحد ما تبرد على رحتها خالص وحضرت نص كباية من الزبدة هدوبك كده سيحتها على النار وحضف لها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر البيكنج باودر بيخلق البقلاوة بتاعتك هشة وتكون بقى رمشة وحلوة جدا هاجب بقى لفة الجلاش بتاعتي هفتحها وانا هستخدم كل ورقتين جلاش مع بعض لو حابة تجاهزي كل ورقتين واتطبقيهم مع بعض براحتك بس انا بصراحة بفتح الجلاش كله في صانية وبسحب كل ورقتين مع بعض مبتخدش معايا وقت خالص حضرت الصانية حديلها دهنة محترمة من الزبدة ودهيني كمان الحروف علشان البقلاوة بتاعتك تطلع متحمرة وزي ما قلتلكم هنستخدم كل ورقتين مع بعض وما بين كل ورقتين بدهن دهنة محترمة من الزبدة وفي النص هنفرد القشطة بتاعتنا انا استخدمت من تحت 8 ورقات ومن فوق 6 ورقات علشان بيكونش الجلاش فيها خفيف والحشوة بتاعتنا تسيح كده وتطلع منها احنا عايزينها تكون مصبوعة ولو انت من الناس اللي لما بتيجي تعمل حلويات في البيت بتفشل معيك فانا النهاردة هخليكي استاذة في الحلويات طب ازاي؟ هقولك بقى روحي على اول تعليق هتلاقي تطبيق حلوي جدا التطبيق ده فيه كل الحلويات اللي انت ممكن تتخيليها وكلها بطريقة سهلة حمل ليه على تليفونك وحتستفيد منه كتير ومهم جدا بقى ركزوا معي في الخطوة دي بعد ما فردنا القشطة انا بجيب الحروف بتاعت الجلاش وبعد كده بقفلها كده على الجناب كويس جدا وبعد كده ببتدي احط الطبقات اللي فوق كل طبقة بحطها اللي هي ورقتين جلاش ببتدي اقفلها على الحروف وبكده الحشوة بتاعتك ولا هتسيح ولا هتخرج من الجناب وحتعملي حاجة تكون حلوة وكمان شكلها بيكون منظم جدا شايفين؟ قفلي الحروف كويس جدا ويفرديها كده بايدك علشان كل حاجة تكون متساوية حدي بقى على الوش دهنة محترمة من الزبدة واجيب السكينة قطعيها بقى مربعات مسلسات اي تقطيع انت عايزها وانت بتقطعي قطعي بالروحة علشان بس من بهدلش الشكل بتاع صناية البقلاوة التحفة الجميلة دي كنت مسخن الفرن على اعلى درجة حرور وبدخل صناية البقلاوة دي على الرف الاوسط متقربيهاش من النار من تحت علشان ما تتلسع شوفي الاخر بفتح عليها الشوية علشان تاخد اللون التحفة ده الشربات بتاعها بيكون شربات متوسط مش خفيف قوي ولا دي الشربات اللي هيكفي ارصانية دي هيكون كوبية ونص من السكر بس كوبية ونص كبيرة عليهم كوبية واحدة بس من الميا عصرة نص لمونة رشد بنيلة في الاخر وحنستنى الشربات اول ما يبرد حنوزعه على البقلاوة بتاعتنا وحياخد الكمية كلها حنقطع بقى البقلاوة بتاعتنا بيكون طعمها حلو جدا وبقرمشها كده شايفين ما شاء الله حلو جدا الطريقة دي هتنفعك جدا في رمضان لانها سريعة وما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها بس ان هي رأيكم في الكومنتات وجربوا الطريقة وبقى الفهن عليكم مقدما